السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية الحزاء البني في المنام للعزباء والمتزوجة الحامل والمطلقة والرجل وأيضا رؤية الحزاء البني في منام الميت فتابع معنا أولا تفسير رؤية الحزاء البني في منام العزباء تشير رؤية الحزاء ذات اللون البني في منام البنت الى النجاح في الحياة العلمية ونيلة درجات عالية كما يعبر المنام عن اهدافها ومبادئها التي من المستحيل تغييرها تومي مشاهدة الحزاء البني في حلم العزباء على نيلة اموال عديدة خلال فترة بسيطة او يدل على وجود امرأة متدينة وملتزمة بتعاليم الدين الاسلامي في حياتها لو رأت البنت انها تمتلك حزاء جديد بني فبشرى لها بالزواج القريب من شاب صالح ومتقي اما ان ظهر الحزاء اثناء المنام بمظهر قديم وقبيح فدلال على اخلاق وسلوكيات الخطيب والتي لا تتناسب معها مما قد ينتهي الامر بالفسخ وعدم اتمام الزواج اذا رأت الفتاة نفسها تسير وبقدميها حزاء ممزق بني فاشارة الى ترك وزيفتها او الغاء بعض الامور التي قامت بالتحضير لها او علامة على فشل العلاقة العاطفية تفسير رؤية الحزاء البني في المنام للمتزوجة فصر العلماء ظهور الحزاء البني في حلم السيدة المتزوجة بانه دليل على قدرتها على تحمل الضغوطات اليومية والتغلب عليها تقول رؤية الحزاء على العلاقة الزوجية السعيدة والمستقرة بينما ان رأت الحزاء البني في المنام مقطوع فاشارة سيئة بوجود خلافات كثيرة ومشاجرات بينها وبين الزوج لو قامت المرأة بغسل حزاء قدمه لها زوجها فعلامة محمودة بتحسن ظروف الحياة والتخلص من المشاكل والازمات التي سببت لها الحزن والضيق فترة طويلة في حالة قام زوج الحالمة بإعطاء حزاء بني جديد لها فبشارة خير بالنسل الجديد أما عن رؤية أخذ حزاء من شخص آخر غير الزوج الحقيقي فدليل على مواجهة مشاكل زوجية الأمر الذي ينتهي بالانفصال والزواج من الشخص الذي ظهر في المنام معها والله أعلى وأعلم تشير رؤية الحزاء ذات الجلد البني إلى طباع الحالمة وكرمها مع الآخرين وأنها ذات سمعة طيبة بين الناس إن رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تكون بشراء حزاء بني مصنوع من الزجاج فهذا يرمز إلى التربية السليمة لأبنائها وصلاح دينهما أما عن رؤية الحزاء البني المصنوع من البلاستيك فهذا يوضح الزكاء والحكمة التي تتمتع بهم تلك المرأة وأنها تحسن الاختيار وتفكر كثيرا قبل التصرف في أي شي تفسير رؤية الحزاء البني في المنام للمرأة الحامل تعد رؤية المرأة الحامل للحزاء البني في منامها على ما حسن لها باستقرار حياتها الزوجية وأن زوجها يحترمها كثيرا ويكن لها مشاعر الحب والمودة والرحمة ويقوم بتنفيس كل متطلباتها إن ظهر حزاء قديم لونه بني في حلم السيدة الحامل فمؤشر إلى عودة علاقات وذكريات مضت منذ أعوام كثيرة ربما يكون دليل على رجوع الحبيب السابق ومحاولة دخوله في حياتها مرة أخرى قيام الحامل بشراء حزاء بني جديد في منامها بشرة لها بقدوم الخيرات وفتح أبواب الرزق الواسعة أمام زوجها بمجرد قدوم المولود كما يعبر المنام عن الأخبار الصارة التي سوف تصلها في القريب العاجل رؤية الحزاء البني قد تشير إلى زوال الآلام التي كانت تعاني منها خلال شهور الحمل وأن عملية الولادة ستكون سهلة وميسرة إن لاحظت المرأة الحامل أن الحزاء البني التي قامت بشراء ضاع أو مفقود فإشارة مقروهة بموت الجنين في أحشائها الأمر الذي سيتسبب في سوء حالتها النفسية ودخولها في حالة اكتئاب مزمن والله أعلى وأعلم تفسير رؤية الحزاء البني في المنام للمطلقة من رأت نفسها تقوم بارتداء حزاء بني في منامها وكانت امرأة مطلقة فإعلامة على الحياة الهادئة التي تعيشها حاليا وأنها تشعر براحة البال والاستجمام وقد ابتعدت عن تشتت الزهن بعد انفصلها عن الزوج عندما ترى المرأة المطلقة أثناء منامها أن هناك رجل لا تعرفه يقدم لها حزاء بني اللون وقامت بأخذه فهذا يعني زواجها القريب من شخص صالح يتق الله ويعودها عن كل الآلام التي رأتها في زواجها الأول تفسير رؤية الحزاء البني في منام الرجل تشير رؤية الرجل في منامه للحزاء البني على مواقفه السابتة ومبادئه كما يعبر المنام على نيلة مال وفير وخير كثير خلال الأيام المقبلة من حياته نتيجة توظيفه في عمل جديد في حالة رؤية حزاء مقطوع بني اللون في حلم الرجل المتزوج قد يكون علامة على وجود أزمات اقتصادية تؤثر على مستوى معيشة الأسرة ربما دل المنام على قصرة الخلافات وعدم التفاهم بينه وبين زوجته هناك تفسير آخر لهذا الحلم وهو أن الرأي كسول بطبعه لا يريد تولي المسئولية ويعتمد على زوجته في تدبير أمور المنزل الحزاء الضيق إذا جاء في حلم الرجل فإشارة سيئة إلى الفقرة الشديد الذي سيعاني منه الفترة المقبلة أما عن صرقة الحزاء البني من الرجل في الحلم فعلامة مقروهة على عدم الاهتمام بصلة الرحم يرمز ضياع الحزاء أو وقوعه في المنام إلى قصرة الهموم وزيادة المشاكل وتراكم الأحزان تفسير رؤية الحزاء البني في المنام للميت تدل رؤية أحد الأشخاص أثناء منام أن هناك ميت يقوم بارتداء حزاء بني إلى أن الحلم يفكر كثيرا في الموت وعذاب القبر وهذا جعل العقل الباطن قام بتصويره على هيئة منام هناك تأويل آخر وهو أن الرأي سوف يتزوج من إمرأة الشخص المتوفي والله أعلم ربما ترمز رؤية الشخص الميت يرتدي حزاء بني في المنام إلى أن هذا المتوفي يتمتع بمكانة عظيمة في الدار الآخرة ويشعر بالراحة في قبره وأنه كان من الصالحين في دنيا وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء